السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهديناك وكرام النار ده معنا في فيديو جديد وعندنا نعرض عصر الحداثة طبعا جدعان بقى لي فترة كبيرة جدا جدا ما بننزلش عنها من ساعة سلسلة مصر وانتوا طلبتوا مني اني انزل عنها تاني وانا قررت برضه عشان يعني يبقى فيه تحدي بما ان احتلت العالم بمصر اصلا فعشان يبقى فيه تحدي اكتر في الموضوع فان شاء الله هلعب بفلسطين قدي فلسطينة يا جماعة وزنوا شايفين كده السكان اربع مليون وتممية وستاشر الف خمسمية وتلاتة ومساحة الاراضي ستلاف وعشرين كيلو متر مربع والايدولوجية السياسة المحافظة الدين الاسلام العاصمة رام الله والاسوات في الامم المتحدة اربعة والقوة العسكرية سبعمائة تمانية واربعين والدخل اليومي عشرين طبعا يكون تحدي صعب جدا وفيش موارد منتحة في الدولة غير خرصانة هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل طبعا برضو يا جماعة من الاسباب اللي خلتني ارجع على عصر الحداثة تاني نظام الحرب الجديد فيها يعني ممكن انتوا تشوفوه لو جينا نحارب يعني لو جينا نحارب اكيد اكيد ان شاء الله لانا تشوفوه نظام الحرب دلوقتي انت بيت تتحكم في الحرب فدي من الحاجات الحلوة جدا يعني طب بما ان دلوقتي احنا معانا آآ سبتمائة جوهرة فخلينا على قطول نخش على الاقتصاد البحوث الاقتصادية مش نحن دخلنا على العسكرية بالغاية خلينا نرجع مرة تانية خلينا خش على الاقتصاد انا عايز اطور البحوث الاقتصادية الخزينة آآ ديت هتاخد آآ ستين يوم بس لو احنا نعملها على الفور ونعمل محاربة الفساد على الفور برضو وهناعمل بنك المركزي لا بلاش ببنك المركزي دي نعملها على الفور خلينا الكيمة المضافة زياد سعر زياد سعر في البيع ماشي دي نعملها في حياتنا تغفية تكلفة الشراء من الزبت عشرة خدمية دي برضو نعملها وبعدين ممكن دلوقتي نخش على العسكرية الشؤون العسكرية ممكن دلوقتي نطور مجموعة من اجهزة الملاحة ونطور ايه تاني هو بس كده خش على الدبلوماسية نشوف ممكن نطور ايه المفاوض سواء نشوف المفاوض الاول بتعمل ايه تخفيض احتمال وقوع وهجوم من قبل دولة اخرى دي برضو مهمة نعملها آآ حسن الخلق تحسين علاقات مع جميع البلدان نعملها بس كده ننتسأل في القوانين خفاض احتمالات الانفصال بنسبة عشرة في المية نعملها ولا مكانش ليه لازم مكانش ليه لازم ماشتاحسين كبير في العلاقات مع جميع البلدان نعملها مكانش ليه لازم الانتساء في القوانين اساسا لاننا يعني انا محتلتش دي ولا لسه مسي الله مش مشكلة عملته خلاص خلينا دلوقتي نجمع الجواز بتاعتنا دي كده وبس خلينا بقى نبتدي ناخد لفة كده على الدولة في السريع ونشوف الدولة اللي فيها اول حاجة وزارة التابعة والتعليم زي انتو شايفين كده يعني كل حاجة يدوبك بس واحد ما فيش اي تطوير خالص في وزارة التابعة والتعليم خلينا نخش نشوف المدارس مؤسسة التعليم العالية ستاشر اه اللي هي الجامعة يعني المدرسة اه ستمية سبعة وخمسين مدرسة وراودة الاطفال ربعمية واحداشر تمام وترتبنا على العالم مين تمانية واربعين ماشي خلينا نخش نشوف وزارة البنية التحتية برضو كل حاجة يدوبك واحد بس خلينا نشوف الجنود دي ايه عندنا خمس تلاف جندي عشرين دبابة اربعين مدفع اربع قذفات قنابل فطبعا يعني انا هدف ان شاء الله احنا نوصل بس مية مدفع ومية دبابة وعشر تلاف جندي تمام ومية قذفة قنابل او خمسين وبردو نفس الحكاية مسلا خمسين وخمسين في الواسط والسفن تمام وبردو احاول ازود طبعا اكتر في الجيش بس عندها حاجة مادئية عشان نقدر ندفع بيهم على نشوف الشرطة الشرطة برضو يا جماعة زي ما شايفين كده واحد بس في كل حاجة ونشوف الترتيب بتاعنا مية اربعة وعشرين على العالم انا اظن ده كويس يعني نشوف فقا الجرائم بعد الجرائم في السنة لكل مية الف نسمة تسعمية ستة سبعة وستين اظن يعني انه كتير يعني داخل الالف يعني واحد لكل مية يعني كتير لا كتير انا شايف انه كتير بس تلوكت غير منضبط خمس ومية واحد وسببين يعني نص لكل مية الاختيال ستلاف متين ومتين ومتين وتسين سار قاتل مركبات تسعمية وخمستاشر اا وعنده كان القتل العام ربعمية سبعة وخمسين اختطاف الناس خمسة واربعين عدد حوادث الطرق اربعة تلاف وتلاتة كتير كتير انا شايف انه كتير يعني بالنسبة ان احنا اربعة مليون واقول خمسة مليون مواطن برضو كتير فخلينا على طول كده نشوف بس الان المتحدة هي القرار بتاعها حظر على بعض السلاح لا طبعا انا غير موافق وزارة الصحة برضو واحد في كل حاجة وازا انتم شايفين عدد المستشفيات اتنين وتمانين مستشفى رقم يعني كويس على ما اعتقد بالنسبة لمساحة الاراضي بتاعتنا وتمن مراكز خدمة اجتماعية وهي مية اربعة وستين عيادة خارجية ارقام مش وحشة في وزارة الصحة بس مايش حلوة برضو وترتبنا مية تمانية واربعين احنا في الشرط اعتبر احسن حاجة ده طبعا بسبب ان احنا سكاننا قليلين مش اكتر خلينا نخش على اا وزارة الثقافة برضو واحد في كل حاجة وزارة الرياضة هنا بقى في حاجات مرفعش خالص تمام وفي حاجات واحد وبالنسبة عندنا اربعتاشر حمام سباحة بالنسبة للمباني عندنا اربعتاشر حمام سباحة وملعبين وسبعة حلبات تزلوا وترتبنا مية اتنم وخمسين على العالم ماشي شغال يعني مش هنقول وحش ومش هنقول خلينا نشوف الاسكان والخدمة المجتمعية عندنا تمنمية تسعة وتلاتين منزل في حالة سيئة اا عندنا الف اا تمانية وخمسين منزل في حالة برضو مفروض او متدمر تقريبا او الاحتياج الله اعلم وهم ديتم عبرها عن ايه يعني? وعندنا محتاجين اا متين وتلاتة منزل متعدد الشقق تمام? فاحنا دلوقتي محتاجين يعتبر يعني ممكن تقول كده اا الف ومت منزل ومحتاجين اا متين وتلاتة او متين وخمسة منزل متعدد الشقق وفي محتاجين احنا نصلح تمنمية واربعين منزل فحالة سيئة واحنا ترتبنا السابع من جودة الاسكان فدي طبعا حاجة كويسة جدا. خلينا نخش على طول على البعض وهي البيئة. البيئة يعني يعتبر اكتر حاجة طوارين فيها. وهنا بقى دي مش بتطوارين فيها زي زي اي حاجة. نشوف الاحصائيات حجم التصريف في المياه العدمة الملوسة دخل على نصف مليون. فقدان المياه دخلها برضو على نصف مليون. تلوث المياه السطحية دخل على مليون. كتير كتير جدا ارقام دي. الموت الجمعية لقنهار الصغيرة. نعم موجود في الدولة. جودة مياه الشرب مخافضة. برضو دي حاجة وحشة. مستوى التلوث في البحور عالي جدا او عالي. مش عالي جدا. تمام? مستوى الصدر غير قانوني عالي. كمت النفايات المنزلية مليون وربع. يعني كتير قوي. ارقام كلها محتاجة انها تتحسن. محتاجين نصرف لسه كتير قوي قوي يعني. وطبعا عندنا مشكلة في الغذاء. خلينا نشوف احصائيات الاول كده. آآ عندنا طبعا اكتر حاجة صار فينا عليها وزارة الدفاع. يعني احنا نطورين في وزارة الدفاع ولا? لأ زيها زي اي حاجة بس ايها مصروف عليها كتير وخلاص. احنا نطورناش هنا حاجة. خلينا على طول نطور. خلينا نطور آآ نظام تنشين بالليزر. تمام? هي قوي الدبابات. حلو كده. وخلينا برضو نخش على آآ الاحصاب تاني. ونشوف كده عندنا الموارد مفيش خالص. بالنسبة ليه آآ باقي الموارد. باقي الموارد في نقص في الغذاء في الشيكولاتة والملح والبهارات والتوابل ولا البهارات والايه والموضافات الرزائية والتوابل. تمام? ولسه احنا مضافناش ضرائب خالص. خلينا على طول نضيف ضرائب بقى. آآ خلينا نجيب ضرائب كده. وضرائبة البيئة كده. ودول نسيبهم زي ما هم. آآ نسيبهم زي ما هم. ايوة. لان طبعا ما لهمش ايما قوي وفي نفس الوقت يعني غالين جدا. فاحنا كده مية المية يعني. والشعب يحبنا. فما فيش مشكلة يعني نسيب لهم من غير ضرائبة بيئة والكلام ده. احنا دلوقتي محتاجين خشب وخرصانة بكميات كبيرة عشان نقدر يعني ان احنا آآ المشاكل بتاعت الانتاج عندنا دي نحلها. هقلل للضرائب شوية رحس ان الشعب ابتدى يتدايق. وانا مش عايزهم يتدايقوا مني. لان طبعا صعب جدا ان احنا نضيع اي خسارة. لان الشعب لو اتدايق هيحاولوا بقى ان هم يسرقوا فلوس من الدولة ويعملوا مقلبات ومش عارفة وكها وتخسرنا الجيش وتخسرنا فلوس. واحنا مش عايزين الكلام ده. احنا عايزينهم يفضلوا يحبونها عشان الفلوسنا تزيد ومعارضنا تزيد والدنيا ولا تفضل متقدمة. عشان نقدر نتصدى لأي هاجمة خارجية. وفي نفس الوقت ان نقدر نحنا نهاجم كمان. وبس كده يا جماعة كل فيديو بتاعنا الخرص النهاردة اتمنى ان كل فيديو عجبك. ما تنساش اللايك. عايزين نوصل الفيديو ده. ليه? في دول كتيرة جدا جدا جدا. نحتلها يعني نقدر احنا نحتلها ونسيطر عليها بفلسطين. وطبعا اول حاجة هعملها وهي اصلا اني يعني احرر بقى الاراضي الفلسطينية من الكهان الصغيوني وخلينا على طول كده نشوف جيشنا مرة كمان عشان نسيت بس اربعين مدفع عشرين ده بقى خمس تلاف جندي. طبعا الجيش دوت ما ينفعش لاي حاجة خالص. محتاجين احنا نزود كل الحاجات دي. ترسانة والمطارات وحضرة الدبابات واستكانات العسكرية. كل الحاجات دي محتاجين احنا نزودها عشان نقدر احنا نزود الجيش بتاعنا ويكون اقوى ونقدر حتى ان احنا نتصدى للهجمات. مؤقتا لحد ما نقوي الجيشنا اكتر واكتر وبعدها نهاجم احنا بقى. وبس يعني اتمنى برضو تشتري في القناة لو انت بشترك وفعل زر الجرس عشان نجال كل جديد وسلام.